ليه البنك المركزي رفع أسعار الفايدة البنك الأهلي طلع ونفع شهادة 25 و 30% تأثير رفع أسعار الفايدة علينا كعملة إيه اللي هيتم خلال الأيام القادمة فيما يخص أسعار الفايدة شهادات وداية حسابات توفير حسابات جارية سنديق وغيره في الحقيقة دي نتكلم على كل التفاصيل بتذكر حضراتكم باشتراه في القناة وتفعيل خاصية الجرس ومشاركة الأصدقاء لتعميل الفايدة وتعالوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي قناة صباح البنو في 30 مارس 2023 قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفايدة 200 نقطة أو 2 في البن قرار البنك المركزي المصري كان متوقع بسبب ارتفاع التضخم بس معلومة لحضراتكم أن البنك المركزي المصري أو لجنة السياسة النقدية بالتحديد ما بتاخدش القرارات بناء على أسعار التضخم الحالي هي بتاخد القرارات بناء على أسعار التضخم القادمة البنك المركزي المصري لما رفع أسعار الفايدة 3% مرة واحدة في ديسمبر 2022 كان بيستهدف معدلات التضخم المتوقع خلال الربع الأول من عام 2023 واللي بالفعل ارتفعت هو التوقعات بنتكلم على الرقم العام 31% ونتكلم على الرقم الأساسي اللي وصل أيضا لرقم قياسي 40% البنك المركزي لما رفع أسعار الفايدة 200 نقطة ده بيستهدف التضخم خلال الفترة القادمة واللي فيه توقعات رايحة إنه هو هيوصل لـ 32% تمهيدا إنه هو ينزل على نهاية العام لـ 30% دي بعض التوقعات وذكرناها لحضراتكو على القناة من HC ولو عملنا قراءة سريعة في بيان البنك المركزي المصري هللاقي أن لجنة السياسة النقدية لما بتجتمع وقتمعت الساعة 2.5 والقرار صدر تقريبا الساعة 7 لما بتجتمع اللجنة بتبص في مجموعة من التقارير الدولية والمحلية وفي ضوء البيانات المتاحة لدى البنك المركزي المصري بيبدأ ياخد القرار حتى بعض المحللين وبعض المراكز البحثية بيتاخد قراراتها في ضوء البيانات المتاحة عليها بتبدأ أن هي تتوقع المستقبل والتوقعات للمستقبل قد تحدث وقد لا تحدث ودي لازم نحط تحتها 100 خط لأن الأسف الشديد البعض مننا بيعتبر أن التوقعات ده أمر مسلم به ولازم يحدث لجنة السياسة النقدية لما بصت على التقارير الدولية وجدت إيه وجدت أن حد توقعات ارتفاع التضخم أو ارتفاع الأسعار الأساسية خلال الفترة القادمة بدأ ينخفض شوي وده على الرغم من حالة عدم اليقين اللي لسه مازالت مستمرة على المسرح الدولي وحالة عدم اليقين جاية من 3 عوامل لسه فيه اختناقات في السلاسل الامدادات اضطراب القطاع المالي في الدول المتقدمة ويتكلم بالتحديد عن أزمة المصرفية واللي صاحبها حالة من الاستنفار في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومواجهة مزيد من انهيار البنوب في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا إلى جانب العدول عن سياسة الإغلاق الخاصة بجآحة كورونا في الصين والتقلبات اللي بتشهدها القطاع المالي في أوروبا والولايات المتحدة ده بيزيد من عدم اليقين أيضا اللجنة بصت على التقارير المحلية وجدت تالي وجدت ان فيه بطء في نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي لمصر وانخفض تقريبا نصف في المية وصل ليه 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 2022 مقارنة بالربع الثالث اللي وصل ليه 4.4% وخلال النصف الاول من العام المالي 2022 و23 وصل 4.2% وجدت ايضا ان فيه تحسن في نمو الناتج المحلي الحقيقي وده مدفوع من القطاع الخاص سواء كانت السياحة او التجارة او الجملة او التجزئة كل ده ساهم في تحقيق معدلات نمو كويسة خلال الربع الثالث من عام 2023 كما وجدت ان فيه استمرارية لمعدلات النمو الايجابية خلال الربع الاول من عام 2023 مع توقع ان معدل النمو الاجمالي يمشي بوتيرة معتدلة خلال عام 2022 وعام 2023 وبعد كده يتحسن بشكل افضل خلال العام المالي التالي 2023 و2024 السنة المالية المصر بتبدأ من اول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي معدل البطالة سجل تراجع طفيف بنتكلم في 7.2 من 10 في المية خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 7.4 خلال الربع التالي من عام 2023 والمعدل التضخم السنوي في الحضر ارتفع بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين بنتكلم على يناير وفبراير ارتفع من 25.8 من 10 في المية الى 31.9 من 10 في المية الرقم الاساسي والرقم الاساسي ده هو الخاص بالبنك المركزي اللي بيتم استخلاصه من الرقم العام ايضا شهد ارتفاعه بشكل كبير جدا ارتفع من 31 في المية وصل لـ 40 السبب وراء التضخم اولا تقلبات سعر الصرف الجنيه المصري اختناق سلاسل امدادات المحلية والضغوط على جانب الطلب الى جانب المواسم زي موسم شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين العمرة ربنا يوعدنا جميعا وارتفاع السلع الاساسية كل ده ساهم في ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر فبراير البنك المركزي في بيانه اكد ان هو هيستمر في موضوع التقييد النقدي التقييد النقدي او التشديد النقدي ده بمعنى انه هيستمر في رفع اسعار العايد او الفايدة قبل ايه؟ علشان خاطر احتواء الضغوط التضخمية المستقبلية الى جانب تجنب الاثار السنوية الناتجة عن صدمات العرض وصدمات العرض دي معناها ايه؟ معناها ان في متغير او اكثر من متغير بيأثر في العملية الانتاجية سواء قصيرة الاجل او طويلة الاجل فلما بيأثر على العملية الانتاجية بيحدث بقى اختناقات في مد السوق باهتياجاته خلال الفترة التالية لعملية العامل الاثر ده واحنا عندنا مجموعة من العوامل اثرت على العملية الانتاجية داخل السوق المصري منها تقلبات سعر الصرف او ازمة نقص العملة الاجنبية كان لها تهثير كبير جدا على صدمات العرض صدمات العرض دي ممكن يكون فيه ارتفاع مفاجئة كبير مثلا في اسعار البترول ممكن مثلا يكون فيه كوارث طبيعية اي صدمة ممكن يتعرض لها جانب العرض وبالتالي يحدث اختناق او ان الانتاج ما يقضيش الطلب اللي هو موجود في السوق وهنا يحدث التضخم اللي حضراتكو بتشوفوه بعد ما لاجنة السياسة النقدية بتبص زي ما احنا قرينا على حضراته كده على الصعيد العالمي وعلى الصعيد المحلي تبدأ بقى تاخد قرارها وكان القرار تقييد السياسة النقدية من خلال رفع اسعار العايد الاساسية 200 نقطة او 2% والقرار دو ما بيبصش على التضخم الحالي بيبص على التضخم اللي ممكن يحدث خلال 6 شهور اللي جايين وتقييد السياسة النقدية او رفع اسعار الفايدة هو شرط اساسي عشان البنك المركزي يحقق المستهدف بتاعه طب ايه هو مستهدف البنك المركزي المصري بيستهدف اسعار فايدة 7% تزيد 2% يعني تبه 9 او تقل 2% يعني تبه 5 خلال الرابع الرابع من عام 2024 السنة اللي جاية يعني وايضا مستهدف 5% يزيد 2% او يقل 2% يعني يبقى 7 او 3 خلال الربع الرابع من عام 2026 مع التأكيد على ان الهدف الاساسي للسياسة النقدية هو استقرار الى اسعار نيجي للقراءة التانية وهو في بيان البنك الاهلي المصري اللي نفى طرح شهادات جديدة سواء 30% او 25% مقابل التنازل عن الدولار ايه شهاعات انتشرت بتقول ان البنك بالفعل اصدر شهادات 30% او 25% فكان لازم البنك يطلع ينفي وده احنا بنطالب البنوك كلها ان لما يبقى فيه شائعة تطلعت تقول للناس لا ده مفيش بحيث ميحصلش بلبلة في السوق اول انك انت تقول اللي موجود بالفعل اول باول فهل البنك الاهلي طرح شهادة 30% او 25% طرح احنا نكلم في طرح احنا بنكلمش في متوقع احنا بنقول ده طرح بالفعل فهل البنك الاهلي طرح شهادة 25% واخرى 30% للي هتنزل عن الدولار الاجابة لا ما طرحش هل هذا يمنع ان البنك الاهلي فيما بعد يطرح شهادة اعلى ده ما لا يمنع ان البنك الاهلي يطرح شهادة اعلى هل هنا احنا بنكلم على ايه بقى التوقعات وبالتوقعات خلال الفترة القادمة والتوقعات دي بنقولها في ضوء عوامل اخرى بعد رفع البنك المركزي اسعار الفايدة 200 نقطة فكده البنوك تتحرك وترفع اسعار الفايدة على الشهادات لان اسعار الفايدة الاساسية ارتفعت وصلت ال 18.4% فكده البنوك ممكن تحرك اسعار الفايدة فوق ال 16% اللي هي موجودة لمدة 3 سنوات طيب هتحركها ايه ممكن اتوقع ان هو يحركها 2% او 3% يعني لايه مثلا 18% لايه 19% للايه 20% فده وارد ان هو يحدث خلال الفترة القادمة فمعنى ان البنك يطلع ينفي شائعة ليست معناها ان البنك مش هيطرح شهادة مرتفعة الحاجة الثالثة تأثير قرار البنك المركزي خلال الفترة القادمة البنك المركزي لما رفع اسعار الفايدة رفعها على الاداعة 18.4% وعلى الاقراط 19.4% يبقى اذا كلا الطرفين هيتأثروا خلال الفترة القادمة انا عندي ناس حطة فلوسة في البنوك فخلال الفترة القادمة كل حاجة متغيرة هترتفع العائد عليها يعني هرتفع اسعار العائد على حسابات التوفير على الوداع الاجل على الشهادات المتغيرة كل ده هرتفع حتى عائد السنديه اللي هو بيبقى اخر العام برضو هترتفع لانه هيستفيد من ارتفاع اسعار الفايدة طرف التاني اللي بياخد فلوس من البنوك سواء كان افراد او شركات كلا هما هيتأثر بارتفاع اسعار الفايدة وبالتالي اسعار الفايدة هترتفع عليهم خلال الفترة القادمة طب بالنسبة لللي خده قبل كده على حسب العائد او الاتفاق مع البنك وده اللي انت تقدر تعرفه من خدمة العملاء في البنك هل القرد بتاعك مرتبط باسعار العائد في البنك المركزي وبالتالي هيرتفع لو مش مرتبطة وسبتة هيبقى ثابت مفيش تغير لكن على القروض الجديدة هتبدأ فيه انظمة جديدة تراعي الارتفاع اللي حصل في اسعار الفايدة خلال الفترة القادمة اما بخصوص سعر الاعتمان والخصم وسعر العملية الرئاسية دي بتبع علاقة ما بين البنك المركزي المصري والبنوك ممكن نشرحها في حلقة تانية ان شاء الله في النهاية البنك المركزي رفع اسعار الفايدة لمواجهة الضغوط التضخمية وايضا الاثار اللي ممكن تنتج عن صدمات العرض خلال الفترة القادمة وبالتالي حق المستهدف اللي هو وضعه لنفسه خلال العام 20-24 وعام 20-26 زي ما ذكرناها لحضراتكم الحاجة التانية بيان البنك الاهل المصري بنافي وجود شهادة لا يعني ان هو مش هيصدر شهادة جديدة ده نفي لانه قالوا ان البنك صدر بالفعل شهادة 30% و25% لكن خلال الفترة القادمة ممكن البنوك تحرك اسعار الفايدة 2% على اسعار الشهادات الحالية او اكتر هنشوف هنتابع لحضراتكم الحاجة الاخيرة تأثير القرار ده ايه تأثيره ان كل لوعية الانتخارية هتتأثر وهيرتفع العايد عليها وايضا عملية الاقراض هتتأثر وهيرتفع الفايدة عليها نشكركم هتنسيوش تشتركوا تشاركوا اصدقاء واتفع القصيدة الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة بحيث تده تتعرف على الفيديوهات الموجودة على القناة لان في كتير من تسألات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات تعملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك اليوم عليكم المملكة العربية السعودية جددت وديعتها اللي هي خمسة مليار دولار في البنك المركزي المصري معنى ده ايه وهل ده نقطة ايجابية بتمكن مصر من مواجهة الازمة ولا لا بنذكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل خصيدة الجرس علشان يوصل لك كل جديد ولو عندك تعليق قولوا بالرحبين المملكة العربية السعودية اعلنت عن تجديد الوديع اللي هي موجودة في البنك المركزي المصري وقيمتها خمسة مليار دولار الوديع حصلت عليها مصر في 22 مارس 2022